شو هي التحديات اللي واجهتيها؟ شوفي بكوني بأنني أول مهندسة طيران فكنت الأولى في مراكز الصيانة ففكرة تقبل بنت موجودة معاهم ما كانت كثير مرحب فيها لما شافوا فاطمة لما تعودوا على وجود فاطمة في مراكز الصيانة فاخذي شوية وقت يعني فهذا كان التحدي لكبير بالإضافة إلى القوة الجسمانية يعني بنت وتدخل في مجال هندسة الطيران وبين المكاين وهذا دائما نشوفها صعبة أو فيها تحديات مثل ما ذكرتي من ناحية البنية طبعا نتعودين على هذا النوع من الوظائف دائما يشغلها الرجال ولكن ما يمنع من دخول النساء يعني ما فيه أي مانع من أن النساء يدخلون وعننا أمثلة كثيرة وفاطمة واحدة هذه الأمثلة شوفي صاح قال يعني كان التحدي بالنسبة لي بقنيتي قصية فكان وضعي شوية يعني كلنا قصار كلنا قصار فاتحين كان الوضع بالنسبة لي يعني ما كان صعب أنا ما كنت أشوفه صعب بس هم كانوا يشوفون الموضوع شوي صعب لما بدوا لأنه لا ماشي الموضوع عادي يعني بالعكس تأقلمتي بسرعة معا تأقلمت معا